محمد رمضان يعلق على صرطه مع المطرب الإسرائيلي ويحزف هذا التعليق بعد دقائق وما تعليق أشرف زكي رئيس نقابة الممثلين تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو ألقى الفنان محمد رمضان على الصورة التي انتشرت قبل ساعات وتجمعه بمطرب إسرائيلي شهير يدعى أمير أدام أو عمير أدام وذلك عبر حساب الشخص على موقع انستجرام محمد رمضان خلف الفيديو لا أعلم ولا أسأل عن جنسية كل من أتصور معه أي إنسان بيطلب يتصور معي مدام بشر بتصور معي عمري في حياتي ما بسأله عن دينه ولا لونه ولا جنسيته كلنا بشر كلنا خلقنا ربنا عز وجل واحد أحد لا إله إلا هو حين قيوم معرفش بتصور مع مين كل اللي بيطلب يتصور معي بتصور معي كل جمهوري عارف كده عمري ما برفض ثقة في الله نجاح وكتب في تعليقه لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ملادك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان لكن محمد رمضان حزف تعليقه بعدها وكان الإماراتي حمد المزروعي نشر صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان ومطرب إسرائيل يضع عمير أدام عبر تويتر وأعادت صفحة إسرائيل بالعربية نشر الصورة معلقة الفن دوما يجمعنا وهي الصورة التي أثرت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه تحدث مع الفنان محمد رمضان بعد انتشار صورة له مع المطرب الإسرائيلي وأخبره إنه لم يكن يعلم بهويته قبل اتقاد الصورة معه وأضاف أشرف زكي خلال مدخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي عبر فضائية صدى البلد محمد رمضان قال لي أقسم بالله ما كنت أعرف من هو مين أنا كنت في بلد عربي وتصورت الصور دي وأنا مش مطالب إني أسأل كل واحد بتصور معاه أقول له جنسيتك إيه وتابع محمد قال لي كمان أنا كنت في بلد عربي مش في إسرائيل والله العظيم ما كنت أعرف ده مين ده واحد تصور معايا زي مئات الأشخاص اللي تصوروا معايا واستكمل أشرف زكي كلامه لا أعتقد أن زكاء محمد رمضان يخونه أنه يتصور مع واحد إسرائيلي محمد مش بالغباء ده وأثرت صورة نشرها الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي يظهر فيها مع الفنان محمد رمضان وإلى جوارهم المطرب الإسرائيلي عمير أدام والتقطت لهم في مدينة دبي وأصارت جدل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي المزروعي علق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على تويتر ثم حزفها قائلا أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا من الواضح أن محمد رمضان هو اللي قال لحمد المزروعي أنه هو يحزف الصورة وعقب ذلك نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع فيسبوك الصورة نفسها وعلقت إسرائيل تتكلم بالعربية على الصورة بقولها الفن دوما يجمعنا النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عمير عدام في دبي وظهر محمد رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها